هذا هو صوت الطائفة الدرزية الواضح الذي كان وسيبقى صوت الحق والأمل والعدل هذا هو صوت المسئولية الشعبي تجاه الوطن الأم هذا هو شهادة العزد هذه الطائفة الشريفة التي بقيت ثابتة على الموقف الوطني المخلص والمطالبة بإعادة تعمير سوريا وسط إعادة صياغات الدستور والتقرارات الدولية وموافقة اطلاع القيادة والدولة السورية خلال الفترة الأخيرة رأينا عضلة مجددة للدولة السورية إلى حط المؤسسات الدولية في المنطقة والعالم وسط درق وإهمال لأعمار الجبل اقتصاديا ومؤسساتيا وإداريا وسط دكران مدعبه الجبل وأهل الجبل من دور تارخي من نصرة الوطن طوال هذه المرحلة الحارجة نتساءل في أي عرف ينسى الجبل والدروز الذين ساندوا وتحملوا المشاق بأي حق تهمل تهمل الدولة السورية أبناء أهل أبطال المخلصين الذين أخلصوا من أجل وطنهم كل الإخلاص وكابدوا من أجل سلمه وسلامه كل المشاق والصعوبات وثيق ننادي الدولة السورية بالشكل واضح لا يقبل المداهنة ولا المصايرة كرمي أبناء الطائفة المعروفية رد لهم الجميل كون لهم عونا كما كان لك عونا في الحرب والضعف ليبان لكل مواطن سوري كيف تكون المواطنة الصالحة وكيف يكون الوفاء نقول الدولة السورية تذكري من صان عهدك وحمى البيرقك وغالى باسمك وحمى أرضك وصان طرابك إنهم بني معروف أولادك الأوفياء الذين أنزلوك في القلوب النفوس أسمى المنازل إخواني الموحدين في كل مكان من هذا المقام المبارك الشريف نجدد الوقفة ونوحد الصفوف مؤكدين دورنا الإنسانية الطائفة في نصرة مضالب الطائفة الدرزية في الجبل وفي سائر المناطق في سوريا بادرين من أجل تحقيقها كل الإمكانيات والقدرات محلياً إقليمياً ودولياً هكذا كان الماضي وهكذا سيكون في الحاضر والمستقبل إن شاء الله هذا هو واجبنا اتجاه إخواننا الموحدين في كل بقاع الآدم واجب الأخوة المترفعة عن كل السياسات والانتماءات هذا الواجب الذي تجلى خلال مراحل حرجة واجهت إخواننا في الجبل والسويداء وكافة مناطق سورية لتشغل في بلادنا شرارة الغيرة التي أخرجت الألاف من أبلاء الطائفة للتظاهر والتظامن تحت نداء لبيك يا سويداء وهو أنهفس الواجب الذي حرقنا لنصرة إخواننا في لبنان عندما تسللت قوات الضلام إلى الجبال الشوف فكان آنذاك مكان والتاريخ خير شاهد ودليل إخواني في هذه البقعة المقدسة لكل موحد على وجه الأرض اجتمع جد المرحوم سيد الجزيرة والشيخ الأشيرة سيدنا الشيخ أبو يصف أمين ضريف مع مشايخ الجبل البياضة والشوف خلال أربعينيات الخرم الماضي في هذه البقعة الطاهرة تلاقت مفهود الأبطال للدفاع عن تركية هذا المقام أمام كل المعتدين ليصير هذا المقام من برد طائفة ومرجعه في كل مكان والحبل الذي تعقد عليه وحدثنا الطائفية الآن وفي كل وقت كان أهمكم إخواني الموحدين في سوريا هو همنا وألمكم هو ألمنا دمعة الطهر فيكم طوفان دموع عندنا وألين اليتيم والشريح فيكم نار تكفي قلوبنا تفرقنا الحواجز والحدود ويجمعنا التوحيد ومحدث المصير تتباعد بيننا الأجسام وتتقارب القلوب والضمائر والنفوس نحن وأنتم وأنتم نحن هذه أمانتنا التي حملناها وإننا لها لحافظون إخواني في داخل كل واحد مننا اليوم أمل حقيقي ودعاء بجد بعودة السلم الأهلي إلى الأراضي السورية لنرى سوريا عرين العروبة وهي تعود أدراجها إلى روح العلا والرئادة والازدهار قلنا أمل أن نحظى بانقشاع هذه الغمامة عن سوريا التي وردت الآن بالثقافة والتقدم والحضارة على مر عقود من الزمان بإنسانية الإنسانية أعليها وطوائفها وشعبها من هنا نصرح معا سرخطكم ونعنصوا إذا أبكم ليدوه في كل مكان متهنين لله تبارك ببركة لله تعالى ببركة صاحب هذا المقام أن ينصركم ويحميكم ويستطيق خطاكم ومساعيكم وأكدين دعمنا وإعزازنا لدور مشايخ الأبد الكرام ولكافة القيادات الشعبية والجماهرية ومجهاء الجبل الذين يحملون أعباء هذه المسيرة في أصعب الظروف موقنين أن الشمس ولو طال الليل لابد أن تطلع ولو بعد حين أن نقبل أهلها نحو بر الأمان فقط بالوحدة والتغاضي عن رواسي بالخلافات والاختلافات سيعود الجبل عرينا أمام كل المعتدين وسيعود الوطن السورية إلى المجد والتليد لسوريا بجميع أهلها وسكانها وطوائفها كل الدعاء بالخير والأمن والسلام الله معكم ونحن معكم والحق معكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يحمي أهلنا